تبدو هذه السيدة تقدم نشرة أخبار على الهواء مباشرة في إحدى الإذاعات التايوانية لكنها في الواقع تقوم ببث رسائل توعية للصيادين الذين يقصدون منطقة مضيق تايوان لتوخي الحذر وعدم الاقترام من البارجات الصينية فهنا يقوم الجيش الصيني بإجراء مناوراته العسكرية ليس بعيدا عن السواحل التايوانية ومنذ انطلاع الأزمة بين البلدين رصد الجيش التايواني أكثر من 200 سفينة حربية صينية في مياه المضيق إضافة إلى سفن مراقبة وفرقاتات تنصت وبواخر مدفعية صينية نحاول دائما اختيار الوقت والأسلوب المناسبين لإذاعة خبر وجود سفينة حربية صينية قريبة من مراكب صيادين لتجنب بث الرعب في قلوب هؤلاء الصيادين فأسرهم تكون دائما قلقة على أوضاعهم في عرض البحر أثناء الاستماع إلى إذاعتنا تقوم مديرة المحطة الإذاعية هذا بالتواصل مع إدارة خفر السواحل التايوانية بشكل يومي إذ ترسل البحرية التايوانية معلومات لحظية لهذه الإذاعة فور رصد أي تحرك بحرية صيني في المياه الإقليمية التايوانية وعلى الفور تهرع الشينج للتنصيق مع إيفا قبل بثها مباشرة على الهواء لإشعار صيادين منطقة بتوخي الحذر خوفا من التعرض لهؤلاء الصيادين ومركباتهم في بعض الأحيان يتصل بنا الصيادون من علامة مراكبهم لإخبارنا بوجود سفينة عسكرية صينية في المنطقة ونحن بدورنا نبلغ قوات خفر السواحل التايوانية بالأمر على الفور أجبرت التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان السفن التجارية على تغيير مسارها في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم إذ ما يقارب من نصف أسطول الحاويات العالمي و88% من أكبر السفن في العالم مر عبر مضيق تايوان هذا العام وقد تؤثر الأزمة السياسية على سلاسل توريد البضائع وتأخير الشحن العالمي من منطقة مضيق تايوان ليث بزاري الحدث